ولدت الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل في الثالث من نغسطس عام 1948 وبرجها الفلكي كان برج الاسد اسمها بالكامل هو مديحة كامل صالح احمد وهي من مواليد مدينة الاسكندرية والدها كان بيمتلك عدة مضارب للرز وحصلت مديحة كاملة على كأس المدارس بعد ان جسدت شخصية ربع العدوية وكانت ايضا تمارس رياضة الجنباز والقراء الطائرة وعندما انهات دراستها في المدرسة انتقلت مع اسرتها عام 1962 الى القاهرة وهناك اتحقت بكلية الادابة جمعت عين شمس وذلك في عام 1965 اعملت في عروض الازياء الى جانب بعض الادوار البسيطة في السينما والتلفزيون حتى وصلت الى ادوار البطولة تميزت مديحة كامل بجمالها ورقتها وهو ما جعلها تصعد سلم الشهرة سريعا ومن اشهر اعمالها فيلم العفريت وفيلم العرافة تزوجت خلال حياتها ثلاث مرات ورزقت بابنتها الوحيدة مرهان اعتذرت الفن وارتدرت الحجاب وذلك في عام 1992 ثم توفيت بعد صراع مع المرض في 13 يناير عام 1997 عن عمرنا هزئت 48 عام بدأت النجم المصرية الراحلة مديحة كامل مسيرة الفنية عندما عرض عليها المخرج احمد ضياء الدين دور في فيلم فتاة شازة وذلك في عام 1964 وتولت اعمالها الفنية والتي من اشهر فيلم العفريت واللي تم عرضه في عام 1990 مع عمر دياب وفيلم المعلمة سماح وذلك مع الفنان الراحل عزة العليلي والفنان طارق الدسوئي واخر اعمالها الفنية هو فيلم بوابة ابليس واللي تم عرضه في عام 1993 ولم تستكمل الدور بسبب اعتذلها للفن تزوجت الفنان الراحلة مديحة كامل ثلاث مرات الزوج الاول هو محمود الرايس وكانت في وقتها فتاة عمر 16 سنة وتذكر ابنتها الوحيدة مرهان الرايس ان والدتها كانت بتحلم بالعمل في التمثيل ولكن كان والدها بيرفض ذلك بشدة وتابعت تقدم لها والدي رجل الاعمال محمود الرايس وكانت في الصف الثاني السنوي بينما هو كان اكبر منها في السن بسنوات كثيرة ولكنها وفقت على هذا الزوج التقليدي حتى يكون سابلها لممرسة الفن ثم تابعت ابنتها قائلة كانت امي بتدرس في مدرسة راهبات بالاسكندرية قبل زواجها ولكن لم تكن المدرسة بتسمح بوجود طالبات متزوجات بها ولم يكن يسمح بذلك سوى المدرسة القومية في القاهرة فانتقلت والدتي الى القاهرة ومعها والدتها وقدت امتحان السنوية العامة وهي حامل ثم بدأت مسيرتها الفنية بعد ان وضعتني اما عن ظروف الانفصال فتقول مرهان شاهدها بالصدفة المخرج احمد ضياء الدين في الاسانسير وعرض عليها المشاركة في فيلم فتاة شزة وذلك في عام 1964 وكان هو اول ادوارها في السينما وكان الفيلم بطولة احمد رمزي وشويكار ورجدي ابازة وشاركت بدور زغير بعد ولدتي وبسبب الغيرة طالبها والدي بان تتفرغ للحياة الزوجية فرفضت ذلك وحدث الانفصال وكان عمري في وقتها عام ونصف وتابعت ابنتها عن زواج والدتها للمرة التانية فتقول بعد ان انفصلت والدتي عن والدي وبعد ثلاث سنوات تزوجت والدتي من المخرج شريف حمودة وكانت زيجة قصيرة جدا لانها اعتقدت انه سوف يساعدها في الفن وهذا لم يحدث فتم الطلاق بعد فترة قصيرة واضافت وبعد انفصلها احبت المحامي جلال الديب وتزوجته احبته بشدة كما احببته انا ايضا وكان يعاملني كاب خاصة انه تزوج قبل والدتي ولم ينجب وكان وقتها عمري حوالي ست سنوات وعشت معه انا انا وامي حياة سعيدة ولكنها قصيرة وتابعت ميران حدثت له مشاكل مع الدولة بعد ثورة التصحيح واضطر للسفر وطلب من امي ان تسافر معه فرفضت وكان ذلك في السبعينات ولم تستطيع امي ان تترك اهلها او تتركني او تترك اعمالها الفنية وحدث الانفصال ولم تتزوج بعده لم تتزوج بعده رغم عروضة زواجة الكثيرة والمغرية والتي جاءتها كانت زيجات امي من اجل الفن وتركت حبها ايضا من اجل الفن لانها كانت موهوبة وتسعى لتحقيق ذاتها في عام 1992 قررت الفنانة مصرية الراحلة مديحة كامل ان تعتزل الفن وقررت ارتداء الحجاب وكان اخر افلامها هو فيلم بوابة ابليس واللي اتلفت نسخة التصوير به وذلك بسبب ان الفنانة مديحة كامل كانت قد اعتزلت الفن نهائي وتم استبدالها بدوبلير وهو ما عرض الفيلم الى خسارة كبيرة وبعد اعتزلها تم استضافتها في برنامج في عام 1995 ولكنه لم يعرض بسبب انها اسائت للوسط الفني توفيت الفنانة الجميلة مديحة كامل في الثالث عشر من شهر يناير عام 1997 عن عمر نهاز 48 عام وبعد وفاتها انتشرت الكثير من الاخبار اللي بتفيد انها كانت مريضة سرطان وانه هو السبب في وفاتها ولكن ابنتها مرهان مرهان الريس وضحت حقيقة هذه الشائعات وقالت امي لم تكن مريضة بالسرطان كما تداول البعض ولكنها اصيبت عام 1986 بالروماتويد قبل اعتزالها وكانت حياتها بتسير بشكل عادي وطبيعي خاصة بعد ان تبعت مع طبيب اجنبي وعطاها علاج كانت تسير عليه بانتزام وبعد اعتزالها اصيبت بوجود مياه على القلب وذلك في عام 1992 وتم علاجها باستخدام الكورتزون وتحسنت حالتها وتحملت مشقة الحج في عام 1995 وادت الفريضة مع والدها وكانت تقوم بخدمته وعن اسباب وفاتها بتقول مريان وفات امي كانت غير متوقعة كانت كويسة وبتمارس حياتها بشكل طبيعي زي اي مريض بمرض مزمن وكانت متعيشة مع المرض وبتاخد العلاج وفي يوم وفاتها كنا في شهر الرمضان وتصحرنا وامت عليهم ابن يوسف وهي جلست مع زوجي بتتحدث معه حتى يأتي موعد صلاة الفجر وبعد اداء الصلاة دخلت الى غرفتها والى جانبها كان كتيب بتتابع منه حفظ سولة البقرة واعتدت ضبط المنبه على الساعة 12 الظهر حتى تستيقظ لصلاة الظهر وعند صلاة الظهر سمعت المنبه بشكل متعواصل فدخلت لأوقز امي ولكنها لم ترد ولم يخطر ببالي انها ماتت لان وجهها كان مضيئ ووزلت ناديها واعتقدت انها اصيبت بحالة اغماء فناديت زوجي وتوجهنا بها بسرعة الى مستشفى القلب واخبرونا بانها ماتت اصبت بصدمة عصبية ولم اصدق ما حدث ورحلت مديحة كامل عن عالمنا وهي في الثامنة والاربعين من عمرها من اشرى الافلام التي شاركت فيها الفنانة مديحة كامل فيلم المراهقان في عام 64 وفيلم 30 يوم في السجن في 66 وعصابة النساء في 70 حب وكبرياء في 72 الازواج الشياطين في 77 وصعود الى الهاوية في 78 وفيلم الجحيم في سنة 80 وفيلم العرافة في 81 فيلم السلخانة في 82 وفيلم بنات ابليس في 84 فيلم مشهور عمري في 86 والمعلمة سماح في 89 فيلم شوادر في سنة 90 وفيلم العفريت سنة 90 وفيلم بوابة ابليس في عام 93 كما شاركت في مصرحية هلو شلبي في عام 1969 ولعبة اسمها الفلوس في عام 1981 نعود الى البطاقة الفنية للفنانة مديحة كامل الفنانة مديحة كامل اسمها الحقيقي بالكامل مديحة كامل صالح أحمد والاسم الفني مديحة كامل تاريخ الميلاد 3 أغسطس عام 48 تاريخ الوفاة 13 يناير عام 97 عمرها عند الوفاة 48 البرج الفلكي هو برج الأسد محل الميلاد مدينة الأسكندرية الجنسية مصرية والديانة مسلمة الحالة الاجتماعية منفصلة اسم الزوج الأول محمود الريس اسم الزوج الثاني شريف حمودة واسم الزوج الثالث جلال أديب عدد الأبناء واحدة فقط وأسماء الأبناء مرهان بداية المشوار الفني بدأت في عام 1964 واسمت النشاط الفني منذ عام 1964 وحتى عام 1992 رحم الله الفنانة مديحة كامل وأسكنها فسيحة جناته